في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس قدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف تقريراً إلى بوتين حول الوضع الاقتصادي الحالي في روسيا وتوقع النمو الاقتصادي للبلاد حيث قال ريشيتنيكوف أن الاقتصاد الروسي أظهر قدرته على تحمل الصدمات الخارجية كما ناقش سبول تشجيع الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقبل ذلك أعلن الكريملين يوم الإربعاء أن بوتين عقد اجتماع عمل مع حاكم منطقة نيجني نوفغارود غليب نيكيتين في مقر إقامة نوفو أوغاريوفو خارج موسكو في نفس اليوم وأبلغ نيكيتين بوتين عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة نيجني نوفغارود وتحدث بوتين بشكل إيجابي عن نتائج عمل نيكيتين وكان هذا أيضا أول ظهور لبوتين بعد استهداف الكريملين بطائرة مسيرة